بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة خاصة لمناقشة عدد من اقتراحات ومشاريع قوانين أبرز هذه القوانين اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني واقتراح قانون يرمي إلى مكافحة الفساد في عقود النفط والغز أن أبشام الروكوز انتهز الجلسة لتقديم اقتراح قانون معجل مكرر يهدف إلى تأمين استمرارية منح القروض السكنية الاقتراح اللي عملينه أنه تعالى الفايدينت في تنساعة خزينة الدولة بدعم الورود الاسكنية تنتوصل لمرحلة خمس تلاف أرض اسكاني بالسنة لمؤسسة الاسكان و الفين و خمسمائة أرض اسكاني للمؤسسات العسكرية للاسكان علن جلسة اللجان المشتركة كانت فرصة أيضا لامرار الرسائل السياسية إذ أكد النائب جورج عدوان أن عقدة تأليف الحكومة ليست خارجية بل محلية ملمحا إلى مسؤولية التيار الوطني الحر في عرقلات التأليف أنا أعتقد أحدى المشاكل الكبرى هي أنه فريق الطيار الوطني الحار ريد بالمأيس اللي هو حططة عم يخلط بين حصته وحصة فخامة الرئيس عم يجي يقول أنه عنده خمسة وخمسين بالمئة من التمثيل عظيم بس الخمسة وخمسين بالمئة اللي عنده ياها من التمثيل ونحن من أكتر الناس تأييدا لفخامة الرئيس ولحصته بس الخمسة وخمسين بالمئة اللي عم يحكي هو عنه تشمل حصة الرئيس لسبب لأنه هو مرشح فقط نيئ نواب الطيار الوطني الحار يعني بحقه يقول اللي بريدو لكن أنا برأيي أنه مثل ما قلت هلأ المبادرة في تأليف الحكومة هي للرئيس المكلف حق القوات يطلبوا البدنية ونحن حقنا نطلب البدنية وحق الاشتراك يقول اللي بدوية بالآخر فيه دستور بهالبلد وفيه انتخابات نيابية حصلت وفيه رئيس مكلف بيقيم كل هالطلبات وبنهاية المطاف بيطلع بمشروع نحن وأنا كنائب هلا عم بحكي بصفة نيابية بتمنى أنه هذا الأمر يحسم ويكون المبادرة الأساسية فيه رسميا وقانونيا ودستوريا للرئيس المكلف كل حدا بريد يقول اللي بدوية ما حدا رح ينادي عزيتيته عكرين وفيما أطلق عدوان سهامه النقدية باتجاه التيار اختار توجيه سهاما من الحب باتجاه الخصم وأنا بتعرف أنه نحن كقوات لبنانية من على تفاهم سياسة استراتيجية مع حزب الله بس حزب الله من أكثر الناس هن اللي عم يدفشوا بتأليف الحكومة هن والرئيس بري أن ابن واف الموسوي تلقف الغزل القواتي من جهة وتطرق إلى أكثر المواضيع إشكالية في الساحة الجنوبية أخيرا وهو موضوع الكهرباء أنت ليش زعلان؟ الله يديم الوفق يا أخي إن شاء الله هالمحبة بتتعمم بين الجميع بقرب فرصة ممكنة سيد ليه ما خليتوا البخرة ويجعلانين من الكهرباء ليه ما خليتوا؟ بأعتقد هذا الموضوع تجاوزنا اليوم نحن رح نروح على شيء واضح هلأ عنا معمل الزهرانة مثل ما تعرفوا معمل الزهرانة عم بيغذة كل المناطق اللبنانية بما أنه هلأ في عنا تقريبا شميتين ميجاوارد عم بيجوم من البخرة فإذا فينا نريح معمل الزهرانة ما يعود يعطي لي مناطق تانية بالحجم اللي كان يعطيه ويعطي للجنوب شكلت جلسة اللي جان المشتركة بروفا وجسة نبض لإمكان الدعوة إلى جلسة لتشريع الضرورة بناء على طلب رئيس المجلس وفيما أشارت مصادر قواتية إلى أن ذلك لن يحصل إلا برضى الرئيس المكلف أكدت مصادر الطيار الوطني الحر موافقتها المبدئية لهذه الجلسة معتبرة أن الرئيس المكلف هو أول المستفيدين منها أيضا أدم شمس الدين قناة الجديد